أصدرت خلية الأزمة في محافظة نينوى مجموعة من القرارات بشأن فيروس كورونا فيما حددت 24 ساعة لإغلاق جميع منافذ الموصل بل إضافة إلى إغلاق المقاهي وقاعات المناسبة أهم النقاط أود أن نوضحها من خلال الاجتماع هذا اليوم لإهلنا في هذه المحافظة أولا تنسب تحديد 24 ساعة لغلق جميع منافذ الدخول إلى مدينة الموصل فعلى كافة المواطنين الذين هم خارج هذه المحافظة العودة إلى المدينة خلال الفترة أعلى ويستثنى من ذلك دخول عجلات نقل المواد الغذائية والوقود والبضايع إلى هذه المحافظة بعد إجراء الفحوصات اللازمة من قبل مفارز الصحة المتواجدة في مداخل المدينة تكلف قيادة عمليات نينوى وقيادة عمليات الحشد في هذه المحافظة بوضع مفارز طبية عسكرية خاصة بها للسماح بدخول الضباط والمنتسبين العائدين من الإجازات من قبل وحداتهم والعسكرية ويتم إجراء الفحوصات الكاملة ويتحمل آمر الوحدة العسكرية مسؤولية سلامة منتسبين الوافدين والمتواجدين في المعسكرات تنسب غلق كافة المقاهي والكافتريات وقاعة المناسبات لمدة خمسة عشر يوم من تاريخ هذا اليوم بصدور هذا العمر وإلى إشعار آخر ويتحمل قيادة شرطة نينوى مسؤولية متابعة هذه المحلات وغلقها وإحالة المخالفين للقضاء اشتركوا في القناة